وفقرتنا الأخيرة في صباح الخير يا مصر الإهمال وعدم التقدير ما بين الزوجين بيكون واحد من الأسباب الرئيسية في حدوث انهيار للعلاقة ما بينهم بتلاقي كل واحد فيهم عايش في جنب مع نفسه أو يمكن يكون العلاقة بتتحول ما بينهم إلى علاقة روتينية وحالة من حالات الملل الزوجي ده كمان ممكن يؤثر بشكل كبير على الأسرة في حالة وجود أطفال واللي ممكن يشوفوا العلاقة دي بتسوق ما بين الأباء والأمهات وتأثر على حياتهم فيما بعد التفاصيل خلينا نعرفها من الدكتورة المنورانا ومشرفانا السيد سامحة عبد الفتاح استشاري العلاقات الوسرية أهلا وسهلا بيك أهلا بيك فعلا ممكن الأمور تبقى كده يعني أهمية أنه يبقى فيه حد بيقول كلمة كويسة فيه اهتمام فيه تقدير الزوج بيقول كلمة كويسة لزوجته الزوجة بتقدر زوجها وبتقوله نفس الكلمة الكويسة الود والرحمة اللي كنا متعاودين نشوفهم في بيوتنا وبنشوفهم في الدراما هل ما بقوش بنفس القدر؟ هل ما بقاش الأمور ماشية بنفس القوة زي زمان؟ للأسف دي من الحاجات اللي الناس مش هقول ابتدت تخفف شوية من الاهتمام بيها ولكن فيه حاجات تانية كتير بتدت تضغى عليها في حين أن الاهتمام والتقدير مازالوا من أكتر الحاجات اللي مش بس بتأسس البيت دي ممكن تغطي كمان على نواقص كتير في أي بيت وده العادي محدش فينا حياته كاملة ولكن كلمة طيبة حتى في شغلنا ممكن يبقى ضغط شغلك رهيب بس كلمة تشجيع لطيفة كلمة طيبة من حد من زميلك أو حد من رؤسائك تخليك يمكن تبذلي مجهود مضاعف وانت يعني مبسوطة وانت مش مضايق قوي بنفس السيناريو الاهتمام والتقدير في حياتنا العادية وجودهم بيخلينا قادرين على بذل مجهود أكتر وحسين أصلا بقيمة اللي احنا بنعمله مهما كان بسيط فيه ناس ما بيعرفوش يعبروا على مشاعره يعني منشوف ده هو بيكون مهتم مثلا بزوجته أو الزوجة مهتمة بزوجها لكن فكرة التعبير إنه يقول زي محرك بتقولي كلمة فيها تقدير كلمة طيبة فيه ناس ما عندهمش الملكة دي أو القدرة دي نقول لهم إيه أو إزاي يحافظوا إنه هما يخلوا العلاقة أفضل بالكلمة اللي فيها تقدير وكلمة طيبة المعادلة دي ليها شقين الشق الأولاني إحنا كلنا بنعرف نقول بدليل إن إحنا في أشغالنا بنجمل بعض صح؟ في السوشيال ميديا كلنا بنكلم كلا وخيف وحلم بدش قطع أحمد عايزة أقول هي الناس فعلا ما بتعرفش ولا بتقول إنها ما بتعرفش عشان ما بتعملش يا حاجة أوقات ما بنعملش وأوقات بنحس إن إحنا ضمنين المنطقة دي أوي فما فيش داعي الباز للمجهود الزيادة وأوقات عكس المنطق ما بيقول إحنا بنوفر مجهوداتنا للغرب وابنبقى ضمنين القريبين قوي ومشكلة كبيرة إحنا كده هنعمل للرجل بوشكل العالمي مهمة قوي إن إحنا نرتب الأولويات حسب القرب أنا كان قاطف السؤال بس عشان أتفهم صحي يعني في بعض الرجال أو بعض السيدات قولك أنا يعني معرفش عبر عن مشاعري بشكل مباشي معرفش أقول ده إزاي ده يبقى موجود بشكل حقيقي في بيوتنا لإنه فعلاً الكلمة بتفرق الكلمة بتخلي الإنسان يدي أكتر ويبقى أفضل أكتر في علاقته ويحسن علاقته بشريكه وبزوجته أسلوب التواصل بين أي زوجين هو مش أكتر من مهارة قابلة للتعلم زيها زي مهارات كتير قوي فطبيعي جداً إن إحنا مبدئياً لازم أسألك لأن حضرتك اللي هتحس باهتمامي فلازم أفهم من حضرتك هو أنت إيه اللي اهتمام عندك إيه اللي بيترجم عندك اهتمام أو تأدير لأن الاهتمام والتأدير والحب رهنا بالمتلقي مش بالمرسل يعني أنا ممكن أقول كلام وأعمل تصرفات على كتالوجي أنا أنا كده بعبر حرتك بالمعزة أو بالحب أو بالتأدير ولكن بنسبة لحرتك دي تصرفات ملعاش علاقة بالتلات حاجات دول فمهم قوي إن يبقى فيه تواصل أفهم بحتياجاتي إيه أو الطرف الثاني عايز إيه مش بس الطرف الثاني عايز إيه وعايز يوصله إزاي شكله إيه أنا بحب التأدير المعنوي بحب التأدير بهدية بحب التأدير بجملة بيني وبينك ولا قدام الناس ولا أنا خجولة فقدام الناس بتدايقني أفضلها بيني وبينك فيه تفاصيل كتيرة جدا لن يتم شرحها إلا بتواصل واضح صريح بين الطرفين إلا في العلاقة حتى لو علاقة عمل أو صداق طيب بنلاقي ساعات بعض الأطراف بتبقى عايزة تجامل تجامل بس بتجامل بطرقيتها زي محارك بتقولي بتبقى عايزة تدعم بس بتدعم بطرقيتها زي محارك بتقولي فتلاقي الزوجة عايزة تزوق زوجها لقدام فبدل ما تقوله إحنا محتاجين أفضل وإن شاء الله وأحسنته ده حاجة ممتازة تقوله إنت ما بقتش عارف خالص تشوف احتياجات البيت والولاد والعكس صحيح زوج يكون داعم وعايز يدعم زوجته في قولها إنتي مهملة في كذا ومهملة في كذا هو قصده يزوقها لقدام ولكن قد يكون ده ممكن يوصل بشكل عكسي إزاي الناس تبقى عارفة القصد وبعد شوية حتى لو هم عارفين القصد بيبقوا برضو محتاجين الكلمة الحلوية دكتور ده بيحصل خلينا نتفق على حاجة القصد ده بينك وبين ربنا إنما أنا كبشر اللي يهمني إيه أو اللي أنا بشوفه منك إيه أو الطبيعي المنطقي اللي أنا هقيمه في عملية التواصل اللي بينهم بين حضرتك إيه حاجتين كلامك وتصرفاتك المسئولية اللي على حضرتك بقى كمرسلة إن أنت تبقى عارفة كويس قوي الفرق بين النقد واللوم والعتاب عشان الثلاث حاجات دون لما بيطلخبطوا على بعض بيبوازوا علاقات كتير قوي الفرق بينهم بقى النقد واللوم والعتاب النقد حاجة موضوعية جدا لا أنا ولا أنت طرف فيها زي ما جي تقول لي مثلا سماح أنا بفكر أشتري العربية الفلانية هقول لك والله عربية كويسة جدا صناعة ممتازة جدا بس خد بالك قطع غيرها قليلة موضوعي أنا محيدة جدا قلت لك مميزات الشيء وعيوبه لا لومت حضرتك على قرار الشرق ولا قلت لك أنا رفضة وإيه وعا تشتري العربية دي ورش عارفك لو اشتريتها دي أنت كده كده ما بتعرفش تسوق أنت كده كده العربية دي حب حب بطها حتى هتعمل بيها ما تشتريش بديل اشتري مستعب أنا لم أتطرق لأي شيء خالص أنا قلت لحضرتك مميزات الشيء وعيوبه وخط خطوة وراء وحتى لو تلاحظوا الكلمة دي إحنا كتير قوي بنسمعها من النقاد الفنيين إنه بيمسك مثلا عمل فني قول لحضرتك المميزات والحاجات الرائعة اللي فيه وشوية العيوب أو المآخذ اللي عليه بس ممكن ما يقولش رأي شخصي ده النقد عتاب ده أكتر حاجة بحبها بين العلاقات الطيبة لأن العتاب ده بين الحباب حتى إحنا بنسميه كده العتاب المحبين صحيح ده معنى إيه المحبة هي إقامة العتاب على الدوان في مثل كده أقولك مثل في المياه صحيح أنا بحبك يبقى أنا بعدك بعدك على إيه بقى بعدك على حاجة حلوة أو تصرف حلو أو شعور حلو في العادي بيوصلني منك بس ما وصلش فأنا بتطمن عليك ده جزء الحاجة التانية بشوف الحاجة الحلوة بتاعتي اللي عندك راحت فين وبحس أن أنت مهمة بالنسبالي مدام عتبتك أنت مهمة ماه أنا أكيد هحسسك بحطة من الأهمية في الموضوع لإني مهتمة بإنك مش العادي بتاعك زي ما مثلا في العادي إحنا صحابه بتكلميني كل يوم لو ما كلمتينيش هكلمك أقولك أنت كويسة طمنيني عليك متعودة أسمع صوتك كل يوم إلقتي عليك وقتها بقى ما تكلميني جده أنا حالتي نفسية هي يعني طبعا نحن نتكلم أنا وحالتك رمزيا الحالة النفسية هي اللي حتحدد أنا حترقى المكلمة دي إزاي ياها بتبقى مكلمة قيلة على قلبي لأنه يا ربي دي حتعود تعاتبني أو يا دي كترخيرها بتسأل علي إحنا كده اللي أخضطنا بين اللوم والعتاب أنا كنت لسا بقى حرارة في نفس السياق إمت بقى الزوج والزوجة يبقوا حاسين أنه بيود وإمتى يبقوا حاسين أنه هي بتسأل عليه وإمتى تبقى حاسة أنها بتخنؤه أو هو بيخنؤه مكلمتي هيا اللي راه أنا في المكلمة الأولية قلت لحضرتك إيه إزايك إزايك وحشتيني قلقتيني عليك ما سمعتش صوتك أنا كل ده مهتمة بمين بيك في المكلمة التانية اللي هتكرهيها هتصل أقولك أنت فين مكلمتي نيش ليه ما انت فاضية أنت عارفة أن أنا مشغولة وكان عندي لقاء في التلفزيون وصحيا من بذيو هو كل يوم أنا لازم أتصل أسأل عليك لوم 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 دي طريقة سبية في اللوم بحسسك بإيه تأثير بس حتى ما قلت لكيش تعمل إيه شخصا بيميل أنه يدافع عن نفسه طبعا طبعا أنا بحطك في حالة حرب الهجوم حتى لو الهجوم ده لدفعه لقدام طبعا لأن في الوقت ده أي هجوم على شخص حضرتك أنت لازم هتدافع عن نفسك إنما لو أنا يعني بشتكي التصرف بشتكي تقلك علي أو عدم اتصالك بي أنا مشكلتي مع تصرف معين فأنا وإنتي ما فيش بيننا أي خلاف شخصي ومباشر ده الفرق بين العتاب وبين اللوم شوي طب فكرة الحوار ما بين الزوجين لأنه مع استمرار الزواج لفترات طويلة زي ما قلنا كده في المقدمة بيحصل نوع من الملل من الفطور ملل الزوجي إزاي أكثر الملل ده كزوج وكزوجة وإنه أجدد العلاقة دي مهما كان فيها خلافات لأنه ما فيش علاقة متكاملة لازم أن فيه خلافات لكن الفكرة إزاي أدير الخلافات دي بشكل جيد يعني إزاي أكثر هذا الملل وهذا الروتين اللي بيستمر معه طول فترة الزوجي مبدئيا كلمة روتين إحنا في العمية بناخدها على إنها حاجة سلبية روتين يعني نظام أو خط سير ثابت لليوم وده طبيعي موجود في أغلب البيوت إمتى ده بقى بيقلب ملل لما ما يبقاش فيه تجديد لما ما يبقاش فيه أرضيات مشتركة لما يحصل لقدر الله في أي بيت من البيوت انفصال بين الرجل والست فيبقى هو عايش في دنيته وهي عايشة في دنيتها بيتقابله في البيت بيجتمعوا على موضوع أو اتنين غالبا بيخصوا البيت وتسيير الحياة في المنزل ولكن فيما يخص حياتهم هما كأفراد بتلاقيهم واحدة واحدة مفصلوا إيه اللي يعمل أو اللي يدينا فيتامين إن الانفصال ده ما يحصلش أي أنشطة مشتركة أو أي اهتمامات مشتركة بين الزوجين طيب ما عندناش بنخلق ونقعد ونفكر يعني إيه ما عندناش إزاي زوجين وتجوزوا وما عندهمش انتظارات مشتركة لأن الأوقات لأن دوارت في أخير قصدي مرضو حاجات ساعات الواحد بيبقى سامحها من اللي حوالي يتقال له إيه ما صحيح ما عندناش حاجة نتكلم فيها حترة وللشخصتين مختلفتين يعني كل شخصية ليها تباحها ولها حياتها بصي في طبيعة شغلنا إحنا بنشوف كل حاجة فإحنا شوفنا ناس بتتجوزوهما من الشبهة بعد خالص ناس بتتجوز ما خدوش فترة كافية في الخطوبة أنهم يتجوزوا ناس تتجوزوا وكان فيه بينهم حاجات مشتركة كتير قوي وشبه بعض جدا ولكن مع اختلاف طبعهم أو اكتشاف أساليب في التعامل غير مريحة كل واحد فيهم خط خطوة الورا وعلى رأس قائمة الصفات دي إن أنا حس أن أنا منصوب لي محكمة طول ما أنا بتكلم مثلا أي كلمة حضرتك بتقولها إنت وإزاي وفين وإزاي تقول كده فهتبقى النتيجة إن إحنا لو قعدنا تناقشنا في حاجة مشتركة يا حضرتك هيتفتح لك محكمة يا إما الأسلم إنك توعد إيه سكت فيبتدي وسكوته وطبعا الناس اللي اختوباتها بتبقى سريعة قوي أو كانوا ما عندهمش فترة كفاية للتواصل ما بيلحقوش يعرفوا فين النقطة المشتركة على عكس الناس اللي بتبقى واخد قرار بالاستمرارية وبالسعادة لأن أنا مختنعة تماما إن الحاجات دي قرارات مسبقة السعادة قرار طبعا أنا اللي ممكن أخلق السعادة بإيدي طبعا مهما كانت الظروف المحيطة بي ما قدرش أقول مية في المية ولكن في أغلب الأحوال حررتك بتاخد قرار إن أنت تعيش سعيد أو تعيش مرتاح أو تعيش راضي ودي أقل درجاتها أعلاها طبعا في الدنيا ولكن في الجواز أبسطها اللي أنت ترضى بالوضع العام لأن هي الحياة لم تكتمل لحد سبحان الله يعني محدش فينا حياته كاملة بس تكتمل بالرضا جميل الرضا ده نسبي الرضا ده بيختلف من الـ expectations أو التوقعات من الشخص التاني يعني حد الرضا ده حيبقى موجود إزاي لو اللي قدامي كان مثلا بيحاول يرضي جدا 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 وتوقف أو على طول بيرضي فأنا بقيت تمعانا في الأكتر وأكتر تتحسب إزاي يا دكتورة إحنا عندنا درجتين من الرضا الرضا الأولاني اللي هو أنه إحنا بنعتبره ده من نعم ربنا على العباده رضاكي بشكل عام عن معطيات ربنا ليكي اللي إحنا حتى بنسميه مع القضاء والقدر درجة من درجات التأدب أنه إنت ترضى بالشكل العام إنما بين الأشخاص والأفراد رضايا عن مستوى تواصل حرتك معي في علاقة صداقة أو مستوى تواصلي مع زميلة أو مستوى علاقتي بزوجي دي درجة تانية من الرضا لا دي قابلة للنقاش بمعنى أن لو أنا بدي مجهود عالي أوي في العلاقة واللي قدامي ما بيبذلش أي مجهود هنا أنا من حق أكون غير راضية في هذه العلاقة تحديدا واشرح إيه النقطة اللي أنا قصاني هنا بقى بتيجي حتة التوقعات عشان كده أنا من الناس اللي بيهتموا قابل فترة الخطوبة ودي اللي بنتبادل فيها احتياجاتنا وتوقعاتنا هو أنا محتاجة إيه من الجوازة دي أنا محتاجة إيه من العلاقة دي محتاجة أمان مادي محتاجة ود وسكن ورحمة اللي هم أصل الجواز محتاجة صحبة محتاجة أنس محتاجة حد يعني في أيام الدنيا محتاجة إيه بالزبط طيب نرجع مرة تانية لفكرة التقدير إنها مهمة جدا ما بين الزوجين وده اللي بيخلي مؤسسة الزوج تستمر طول العمر حقيقا إزاي في بعض الأحيان كده بنسمع في ثقافتنا للأسف وعايز رأي حضرتك في المنطقة ده ثقافتنا الشعبية إنك سواء الرجل أو السك إنك ما تقدرش زيادة أو اللزوم ما بين قصين كده ما تدلعش زيادة عن اللزوم زي ما بيقوله هل فعلا الثقافة دي محتاجة إن نغيرها لا مش محتاجة إن نغيرها لازم تدلع زيادة عن اللزوم طول الوقت طول الوقت لا فكرة ده موجودة حتى في موروثنا الشعبي حركة أكيد دي أنا عادت عليك حالات كتيرة جدا هل في حدود للتقدير نقدر نقول كده في توقيت للتقدير اختبر الأول للشخصية اللي معاك وبعدين ادي براحتك لما تحس إنك في أمان في علاقة متكافأة مع حد فهمك مع حد بيديك العطاء اللي انت متوقعه في العلاقة دي فدايما أنا ضد جدا العطاء بلا حساب في الأول لأ الأول دي بتبقى فترة مش هنقول بقى تقل زي الموريس الشعبية ولكن فترة هدوء أنا بستكشف الشخص اللي قدامي وبعدين بختبر بدي شوية وبعدين أشوف إيه المردود محتاج أكتر مكتفي تلفت العلاقة من التقدير لأن فيه ناس فرط التقدير بيبوز العلاقة أو آت بيدللها زيادة وبتحاول الشخص بيفسد الشخص أصلا صحيح لأن فيه ناس كمان وده من المستحدثات الجديدة بحكم حياتنا المدنية المختلفة دلوقتي بقى عندها إحساس بالاستحقاق طول الوقت يعني أنا أستحق أن أقدر طول الوقت بس اللي قدامي لا يستحق أني أقدر بس اللي قدامك ده حيقدر لما يشعر هو أيضا بالتقديم من الطرف اللي أمامه 200% ده في العلاقات السوية ولكن مش دي قاعدة أوقات كتير بيبقى عندنا علاقات ما أقدرش أسميها سوية وده اللي بيلخبط أوقات كتير جدا جوازات كتير وعلاقات كتير وحتى صدقات وقربات أحيانا أن حد يبقى شايف أن التقدير في هذه العلاقة حق مكتسب له والمحتاج أنا أخذ على طول بالبلد كده ما تديش بالضبط كده دكتور ده ويرد فعلا أن نحن نتكلم كلها كل اللي نحن نتكلم عنه دلوقتي في الحلقة في العلاقات اللي نحن متخيلين أنها قد تكون سوية زي شخصين مش تمام قوي يعني في علاقتهم هم يقدروا يعدوا لبر الأمان لو هم فعلا كان الموضوع ابتدى يبوز بينهم وهما الاتنين عندهم النية أنهم يحفزوا على علاقتهم عندنا درجتين درجة هم الزوجين أو طرفي العلاقة ممكن يشتغلوا فيها لوحدهم تماما لما بيكون عندهم معي كافي بنرشدهم أنهم لازم يكون في حوار حوار محايد بهدوء ويقعدوا يشوفوا نقطة الضعف اللي في العلاقة دي ويشتعلوا عليها واحدة واحدة فيه ناس بتنجح أنها تعمل كده لوحدها وفيه ناس بتحتاج زي ما بنقول بقى كده مساعدة من صديق خارجي دول الناس اللي بنقول لهم أنتوا محتاجين تقعدوا مع مشير علاقات زوجية مع حد من العيلة يكون كبير عنده خبرة كويسة حكيم كده محايد جدا ودي مهمة قوي في أي حد هيقعد زي ما بنقول إيه يعيد أربطة الوصل في أي علاقة تانية أو ترتيب الأوراق فهم الدرجتين دول لو قدروا يشتغلوا لوحدهم بيبقى خير وبرك حتى بنفضل ده يا رب دائما تبقى في كده حالة الحوار موجودة في بيوتنا وزي ما حد قلت حتى في بداية الحوار أنه مهمة جدا أي مشكلة أتكلم يعني ما بقاش فيه فكرة أن كل واحد يعيش في دونيا تانية عن الطرف التاني فكرة الحوار والمواجهة دي هي أهم شيء عشان نحافظ دايما على بيوتنا وتستمر مؤسسة الزواج دايما بشكل جيد وفيه خير لكل الأطراف أشكرك شكرا جزيلا نورتينا وشرفتينا الأستاذة سامحة عبد الفتاح استشاري العلاقات الأسرية والزوجية صباح الخير على حضرتك صباحكم خير شكرا لوجودك معينا شكرا جزيلا